بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلاً منكم جميعاً أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات معكم الأستاذ أدعيز الغصاب وبإذن الله درسنا اليوم رح نتحدث فيه عن التربية المهنية طبعاً الصف الثاني التأهيلي رح نتكلم عن أنظمة العمل جيد؟ رح نبدأ في تعلم أنظمة العمل إيش هدفنا من الدرس هذا؟ أن يحدد الطالب أو الطالبة الوزارة التي يتبع لها نظام العمل زي ما ذكرنا عبارتنا الأولى أن يعرف الطالب ما هي الوزارة المسؤولة عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية طيب نقطتنا الثانية أن يذكر الطالب أو الطالبة نظام التوظيف الموجه لذوي العاقة في نظام العمل للمملكة العربية السعودية نقطتنا الثالثة أن يعرف الطالب والطالبة أهمية بعض المصطلحات في نظام العمل أن يكتب الطالب أو الطالبة بعض الأهداف الشخصية للالتحاق بالوظيفة إذن عزيز الطالب عزيزة الطالبة راح نتعلم في درسنا هذا عدة جوانب أولها معرفة الجهة أو الوزارة المسؤولة عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية نتعرف على الوزارة المسؤولة طيب تعرفنا عن الوزارة المسؤولة راح نتعرف على نظام التوظيف للأطفال أو للطلاب دوي الاحتجاجات الخاصة طلاباً وطالبات فرح نعرف الوزارة راح نعرف نظام التوظيف آلية الاحتساب وغيرها نتعرف على المصطرحات التي راح نستخدمها في حياتنا المهنية لما نبدأ في العمل راح نستخدم بعض المصطرحات لابد عليك عزيز الطالب عزيزة الطالبة أن تعرف هذه المصطرحات أخيراً وليس آخراً أن تعرف الأهداف الشخصية للالتحاق بالوظيفة يعني تحدد وش الأهداف اللي أنت تبغى ليش أنت تبغى تتوظف لازم أنت تعرف ليش تبغى تتوظف ما هي الوظيفة التي تناسب قدراتك وإمكانياتك فلابد أن تقوم بتحديدها مسبقاً طيب طيب زي ما هو واضح عندنا هذا أحد أهدافنا المراد تعلمها في درسنا اليوم الوزارة المسؤولة عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية أحسنت عزيزي الطالب عزيزة الطالبة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نردتها سوياً الوزارة المسؤولة عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية هي وزارة الموارد البشرية هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية زي ما ذكرنا الوزارة المسؤولة عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طيب عندنا هنا درس اليوم أو عندنا نشاط رح نبدأ في تعلم ما هي الوزارة أوضع علامة علامة صح أسفل الوزارة المسؤولة عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية قبل شوي احنا عرضنا شعار للوزارة أو للجهة المسؤولة عن العمل في المملكة العربية السعودية ماذا كان اسمه شعار هذه الوزارة عزيز الطالب عزيزة الطالبة هل هو وزارة التعليم هل هو هذا الشعار شعار وزارة التعليم ولا شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أم وزارة الصحة أحسنتم هي وزارة التنمية والموارد البشرية أحسنتم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الوزارة المسؤولة عن نظام العمل في المملكة العربية السعودية طيب أشكال أو خطوات خط سيارة العمل أحسن ليش نبدأ في العمل تحت مضلات وزارة الشؤون وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية أولاً للحصول على الأجر المنشأة التي ستقوم بعملية التوظيف اللوائح والأنظمة التي سيتم سير العمل فيها عندنا هنا الموظف أو العامل عندنا صاحب العمل إحنا استعرضنا مما يتكون نظام العمل في أي منشأة موجودة عندما تريدت تتقدم للعمل عزيزي الطالب عزيزي الطالبة أنت ريش رح تسوي رح تتجه إلى المنظومة اللي تكلمنا عنها قبل شوي الأجر اللي من خلاله رح تحصل عليه أثناء أدائك للعمل المنشأة وهي المكان اللي راح أنت عزيزي الطالب عزيزي الطالبة ستقوم بالعمل فيه أو داخل هذا المقر داخل هذه المنشأة اللائحة التي من خلالها سيتتم محاسبة أو سير عمل المهنة اللي راح تشتغل فيها فأنت عزيزي الطالب لازم مثلا تعرف أن المنشأة هي المكان اللي راح تشتغل فيه اللائحة إيش هي؟ اللائحة هي القوائم أو المهن المراد منك أدائها وعملها العامل صاحب العمل هذه عزيزي الطالب عزيزي الطالبة هي مكونات المنظومة العمالية يعني المكان اللي راح تشتغل فيه لابد إذا نتكون فيه هذه الخمس عناصر صاحب العمل العامل أو الشخص اللي سيقوم بالعمل المنشأة اللوائح الأجر طيب عندنا هنا العبارات اللي سبق وتكلمنا فيها قبل شوي فراح نبدأ في تلوين العبارات بما يطابقها في العمود الأول هذه مجموعة من المصطلحات الواردة في نظام العمل العبارة الأولى العبارة الأجر عبارة المنشأة اللائحة أربعة العامل صاحب العمل اللي احنا ذكرنا قبل شوي هي المصطلحات الواردة في نظام العمل يعني كيف يكون شكل العمل لابد من وجود هذه الخمس عناصر اللي ذكرناها قبل شوي عندنا هنا نشاط نبدأ في تلوين كل نوع أو كل عبارة من عبارات نظام العمل في المملكة العربية السعودية راح نبدأ نلوم فيه الخانة التي تناسبة في الجهة المقابلة فعندنا الأجر وين العبارة المناسبة للأجر هل هو الموظف أم صاحب العمل أو الشركة أم الشركة أو المؤسسة ولا قواعد المنشآت الوظيفية ولا الراتب أحسنت عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة سيكون هو الأجر راح نقوم بتلوينه بهذا اللون طيب راح نقوم بتلوين عبارة الأجر باللون الأخضر ممتاز طيب عبارة المنشآة راح نستخدم معها مثلا اللون الأحمر طيب عبارة المنشآة هل هي الموظف أم صاحب الشركة أم الشركة أو المؤسسة ولا قواعد المنشآة المنشآة أحسنتم هي الشركة أو المؤسسة راح تاخذ عبارة الشركة أو المؤسسة هي العبارة التي راح نستخدمها في معنى كلمة المنشآة طيب نستخدم اللون الأصفر اللائحة ما هي اللائحة هل هي الموظف أم صاحب الشركة أو القواعد المنشآة للوظيفة أو القواعد المنشآة الوظيفية أحسنت عزيزي الطالب عزيزة الطالبة هي قواعد المنشآة الوظيفية طيب عزيزي الطالب عزيزة الطالبة نبقي هذا النشاط إلى درسنا القادم إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته أتمنى بإذن الله أن نكون وفقنا في تقديم مهارات تناسب قدراتكم نلتقيكم بإذن الله في درسنا القادم إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته